الحقيقة أنه حلم تمكين الشباب ده من كم سنة لو جيت تتكلم عنه هتتكلم عنه كلام افتراضي ما هواش كلام واقعي لأنه ما كناش بنشوف الشباب ممثلين في كل جهات الدولة لكن الحقيقة أنه من فترة كبيرة ومن كذا سنة شفنا برامج لإعداد هؤلاء الشباب وهم مش حيتم تمكينهم من غير ما يكونوا مؤهلين أنهم يمسكوا مناصب قيادية في الدولة ويمكن هي كانت الأزمة في تأهلهم ما كانش فيه عين شايفة الشباب دول شايفة طاقاتهم شايفة إزاي ممكن هذه الطاقات تخدم هذه الدولة لأنه بيكون عندهم طاقات الحقيقة طاقات إيجابية جدا عندهم أفكار كتير لو تم العمل عليها بشكل يعني بناء هتفرق كتير مع بلدنا من الحاجات المضيئة جدا اللي حصلت هي مسألة تمكين الشباب بعد الحقيقة تسلحهم بالعلم وتأهلهم من خلال برامج تدريبية حصلت ما كناش بنشوفها قبل كده كنا بنشوفها بس حبرة على ورد الملهم الحقيقة والمفرح أنه بيتم البناء على كل ما اتحقق احنا مش بس وقفين على أن احنا نشوف شاب ماسك مساعد محافظ أو شاب موجود داخل مجلس النواب أو شاب حتى محافظ شباب وشابات طبعا لكن الحالة القادة السياسية منوطة بهذا لدرجة كبيرة جدا ومهتمة بالبناء على ما تم في مجال تمكين الشباب لدرجة أن احنا بنشوف هذه الأطروحة موجودة وبقوة وبتمثل داخل الحوار الوطني وهو الحوار السياسي الأهم دلوقتي كان في جلسة لتمكين الشباب ودعم للتحادات والأنشطة الطلابية والشبابية داخل الحوار الوطني في لجنة الشباب والحيانه تم منقشة كل التحديات اللي بتواجه الشباب دلوقتي وزي ممكن يكون في طريق للبناء في هذا المجال علشان نقدر نستفيد أكتر بهذه الطاقات الشبابية خلينا نعرف مع حضرتكم بالتحديد اللي حصل داخل أرواق هذه الجلسة داخل الحوار الوطني معنا على التليفون النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني مساء الخير على حضرتك ويمكن الحديث عن تمكين الشباب ده حديث هام جدا الحقيقة واهتمام القيادة السياسية بهذا ووجوده داخل الحوار الوطني شيء يفرح الصراحة ويعني بداية للبناء أكثر في مواصلة تمكين الشباب أولا بسكوح عائل كرسد أغير على كلامك المسترى من الشباب وإحنا الحمد لله الجلسة مبارح يا أمزل حيث هاتف كبيرة جدا شتناء على مدار العشر في هوري بساعة من ساعة لمرضنا وفاقنا وتم تعييننا أن احنا كنا قرارين على جنة الشباب بالشوار الوطني واستغلنا في عيسى الأمانة الفنية أن احنا ننخش جوى الجمعات المصرية سواء الجمعات الحكومية والأهلية والجمعات الخاصة وكمال المعهد التكنولوجية ومعهد الفنية احنا نزلنا مئة وثمانية جمع ومعهد على أساس أن احنا نسمع أصوات الشباب إن كانوا نحتاجين إيه من اللبنة الشباب في فار الوطني وكمال اتشرفنا أن احنا نزلنا المدارس وده كان التعاوم نسمع مدينة فار الوطن ومزارة التربية والتعليم 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 العالم أن احنا يتحلنا المسافة والمساحة الكبيرة جدا أن نسمع جوه قلب الجمع أن نسمعنا شيئة متحديات متعوبة عامل الشباب وقت بالتحادث الصبابة وكمال في رقم الشباب كل جيدة إيه الحاجات اللي احنا اتنعناها وكمال لما اتنعناها شفناها بقى مدارس بيطلبوا بيها الشباب أول حاجة كان متى لما حاجة بتتلينيها عاد أعملين التنسيء للسيار كان حاجة كارتين أن يتحلنا مواب لحببين والشباب يتحلنا مجرد للشباب وأيضا فيه أعداء أفر لمدين سواء تنبس المواب أو المدين في السوخ بس إحنا لما عمينين خلاص ده حصل بينا تنسيء حقيقي بس إحنا عمين نجمع للتنسيء ذات عشان نقدر نعمل تنسيء حقيقي للشباب داخل السياسة سواء في خلدة التجاعة أو خلدة الشعية كان لازم ننتم دعم التعبات التجاعة والتنسيء إزاي ده جيد؟ لما أنا أسمع إن إحنا عندنا شمس لجان داخل المدينة والسبع لجان نوعية داخل السحادات الطلبة كان أول شؤال أسألهم إنتوا يا شاباب إحنا عندنا كامل وزارة الجولة للأسف محب الشعر طيب هل تعرفوا إنتوا فلجنة اجتماعية؟ زي ما حايت عارفها وعشان المشاهد برضي يعني متابع معانا الأحداث إحنا عندنا السبع لجان زي اللجنة الاجتماعية عندنا لجنة الجوالة عندنا لجنة صفحية عندنا لجنة الرياضية فاللجان المختلفة دي لما كنا نتألهم بقى أمدان المزارات بقى المطلوب بتتعاون معها هل تعرفوا براميتهم؟ للأسف ما يعرفوش كتير جداً ما يعرفوش وده كانت الحقائص لديد انتبان عشان أقضى نحل المشكلة الموضوع إحنا مش نداري على المشكلة هو ده هدف الرئيس للخوار الوطن عندنا فعل مشكلة كبيرة إن شبابنا ما يعرفش الانجازات الدولة المطلية ما يعرفش الحكومة بتقدم إيه فكان نبرد من التماع للشباب إن أول توصية الشباب ألوهنة هي ربط المزارات المعنية بالليجان المتواجد سواء المدارس أو الجامعات عادي أقول لخضرات السماء إحنا شفنا أنشطة المضية شباب بتشتغل على ملف التخميع وسمعنا مبارح في الجلسة صناعة عربيات وعدل وغيرات بآياد مصرية بآياد شباب مصرية شفنا شباب ثاني يتكلم عن الملف البيئي وشرفنا في قطع وعايتنا إن شاء الله في قطع من مختلف المحافظات وشفنا شباب ثاني كان بيتكلم على نماذج المحاكاة سواء نماذج المحاكاة للمجلس الوزراء أو مجلس الواب والشيوف أو الاتحاد الأورفي أو الناس الناس وشباب فعلا شفناهم من نماذج المشرفة وعندنا شباب ثاني يوفر فرص عمل الزمائل داخل الجامعات فتخيري الكل اللي أنا بحكيه لحضرات السماء كل مدارس بجيبه كل مواطن مثل شبابنا داخل الجامعات وداخل المدارس بس الشباب سألنا شؤال انتو ليه دائما ضغطين مزارة الشباب مع مزارة الرياضة فسألناهم انتوين احتاجين ايه؟ فقالونا احنا بنشتغل على ملقة الصناعة لأهمية الصناعة مصر مستاموها مزارة الشباب والتجارة والصناعة الشباب تاني بيكلم عن ملقة الشمائية فقط التواصل الشباب مستاموها مزارة الشباب وفضل مزارة الشمائية الوزاق المزارتين وتبقى مجلس كومي الشباب ومجلس اعلى الرياضة لأهمية دور الشباب واللي اكثر من ده كمان الشباب كانت بتصالب يعني شواله حاج بقى بتاعدين اللايحة متاعة 2019 بالنسبة للجامعات لأ ده شباب عندنا قدمنا مشروع قانون بمواد لما قرناها حاجة فعلا تشرف اسم القانون ايه؟ تنظيم عمل السعادات الطلبة والأنشطة الطلبات المزارة شباب تاني جلن من الواد بالتحديد الأنشطة الطلبية والجامعات بيخرج منها الكثير من الإبداع فالنظرة هنا بعين الاهتمام لهذا القطاع يعني نظرة هامة جدا وعيح توقفة قدير أنا عايز أقول لحضرتك كل التوصيات اللي الشباب قالوها هي كلها قابلة للتنسين وقفامة الرئيس المؤتمر الثامن للشباب وضح أن كل التوصيات قابلة للتنسين يصدق عليها على الطلبة لو كانت تروح للفرلمان زي مثلا مشروع القانون هيتم ندرسه عندنا شهر الله في شهر عشر وقاضم عشان نقول للشباب إنهم تخذكم وصل بجرد وكاد برضو من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي للشباب قالوها يقول لك عشان أقدر أتنكم خياسيا صح أنا عايز جهة المطلوبة بأوزارة الشباب هي اللي تقول لنا التدريبات المتاحة بالمجردة على أساس إحنا عندنا الجانة نوعية واللجانة نوعية اللجنة الثقافية مش هتاخد نفس التدريبات اللي موجودة في لجنة التصدام الاجتماعي مش هتاخد نفس التدريبات اللي موجودة في اللجنة العلمية فالمقصود أنه إنه إحنا لو عايزنا جهات للإعداد اللي فقمت الرئيس عمله صحيح وتمثلها كجهات إعداد لهذه الطاقات الشبابية دي هتكون منصة هامة جدا إذا كانت تحولت لمنصة لإعداد القادة وللإعداد للمستقبل بشكل عام لأنه هم دول طاقة المستقبل أنا لو تسمحيني يا سيد أدير أقول حاجة مهمة أولي أستاذ مشاهدين يريد يخشوا يبحثوا عن الجلسة اللي حضرت البارح أثاني شوك المنازج المشاهدين لما طالب المجرسة سنة 13 سنة ويبقى هو ممثل عن صوت 25 مليون طالب وظالبة على مستوى مدارس مصر وفي كل سقة ليطلب طلبات كلها قابلة للتنسيق عشان يقوم من التحاج وهو داني يقولي أنا دلوقتي خلاص تم الانتخاب وفي أنا عادي محاية انتخابات في المدارس بتبقى 8 ساعة نداها 8 ساعة شفافية بس بعد ما الشباب بتنتخبوا دورهم إيه هو للأسف مش معروف وده كان حصل قدام فخمت الرئيس يوم 14 ساعة لفات لما مؤتمر الشباب لما اتعرض قدامنا في الموطائف ان شباب جوه في الجامعة يقولوا للدكتور بتاعهم ايه هو ايه لدمة العاصمة الإدراجية لما الدكتور بتاعهم خدهم عشان كده زيادة النائب هم بيتحدثوا هو دي الرسالة للمفروض كل أجابك في الجامعة الجوة اللي مرتديد للأرشادة طلابية لكده يشتغلوا بنفس الفكر ذا صحيح فالحيان دي لغاية الأهمية بس من المصطقة ده إحنا دورنا تخوار وقت اللي أنا عايز أقوله حضراتك كمان وده حاجة لغاية الأهمية هي كمان تدريب المشهولين في رعاية الشباب داخل الجامعات فلما سألنا الشباب ليه جماعة قالك عشان يكونوا مؤجدين للأحداث أنا للأسف عندي رشادت اللهي وأروح تقدمت عليه أكثر من مرة في الجامعة والجامعة في الكتبولي طب إيه أداب عائد رب طب الوقتي إحنا من دون التوصيات لازم يبقى في معايير واضحة ليه أنا بقبل النشاط ده وليه أنا برفوجة وتبقى الانتخابات دورة بكات الموجودة إحنا قلناها حتى مدارح إحنا عم نهتم الفترة الجاية إن شاء الله يا أبقى لين الفصل صالب طالبة اللي سنهم 7-8 سنين يبقى عنده برنامج انتخابي يقول للصالبة إن كنيسوا بتخدمون البقى علي الفصل عشان ده اللى شفناه إن الأبقى لين الفصل ده بقى هو اللي صلع بقى عليم اتحاد في المدرسة بقى عليم اتحاد صلاح مدارة مصر بقى درواش لما داخل الجامعة بقى عوضوا في تحاد طالبة الجامعة بقى عند أجيال المستقبل أجيال تبني البلد هو ده اللي أنا عايزه أنا عاوزه حيث المعلومة لما شباب سألناهم احنا صدقنا شباب اتخرجوا من دفعات طابقة وانا لهم انتوا بعد ما كنتوا رؤيتاء اتحادات طلبة حضراتكم روح تفهم للأسف في الحياة السياسية احنا ما نعرفش اي خلاص احنا عمالنا دورنا في الجامعة ونفيش كده لا اذا مفتوض الدولة تفضل يبعثها قابلت البيانات من بذلك من التوصيات ان شاء الله خلاص مجلس الامر هيفقل فصمت الرئيخ ما يخص الامرية للاتحادات والانشخص اللوضية عشان ان نقدر نقول ان فصمت الرئيس دايما عمل تنكين حقيقي وانا بشرف ان انا واحد منهم في الفرلمان المصري لا احنا دور ما احنا بقى نساعد الدولة المصرية اللي احنا نمكن الاف من الشابات طول ما في بعمة حقيقي لمسمى للاتحادات الطلبة والانشخص اللوضية طول ما الشابات بحكة بجز بالولاء والانتماء للدولة المصرية صحيح وعندهم العديد من الطاقات الابداعية اللي لو قبلت بنوع من الحفاوة والتفكير الجيد في هذه الاتروحات اللي بيقدموها الشباب اكيد هتحدث الفارق ويمكن احنا شوفنا ده في مؤتمرات الشباب وشوفنا ده من خلال تنسيخية شباب الاحزاب والسياسيين والمنابر اللي زي دي خلقت عند الشباب يعني طاقة امل فانه انا اقدر اوصل صوتي في البلد انا اقدر احدث الفارق في مستقبل بلدي فاعتقد ان احنا محتاجين مزيد من هذه المنصة في الجامعة كانوا دايما يقولوننا مستحيل الكلام ده هيتنسي فاكولنا بنقول لهم ليه انت لا يعني انت عايقين اقول صوص ان انا للأسف عندي مشاكل في الجامعة فاحنا قلنا لهم احنا عندنا تجربة زي فانسيخية شباب العزاب والسياسيين هي قربة في مؤتمرات الشباب والجمائي دي لما وضحوا قدام فقامة الرئيس بايه ان احنا عندنا تطلعات المستقبل وعندنا رؤية سواء في السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية لحمد الله ادر ان حصلت عمريكي التنفيذية لمجموعة كبيرة من تنفيذية وحصل بعد كده في مؤتمرات الشباب الأكريمية الوطنية للتدريب وزي ما حايت قلت بالارقام احنا عندنا 32 محافظين للشباب 8 من معاونين سبب الزراء الفكر ده احنا عايزين يبني عليه اكثر عشان عندنا محليات عندنا انتخابات في كمان ملاكز الشباب وده ما لفت قادم عشان برضو استاذ مشاكليني عليكم مزا بعد اللجنة دي عندنا لجنة مهمة جدا اسمها لجنة الرياضة ومراكز الشباب عشان احنا عندنا شباب ما شاء الله يعني يعني نشرر بمعنى كلمة بس لما راح لها باسم دولة تانية احنا نسمع لهم خلال الفترة وان شاء الله مشاكل الاتحادات داخل ملف الرياضة بنشتغل عليها عشان نقدم نموذة مشاكل في لجنة الشباب داخل طار الوطن يبقى لما نسمع نسمع بجد لما نعمل التوصية مرفقها كما تطارق زي ما هي في ضغط المشكلة بالحلول متاعتها ولما تتنفسد خلال الفترة الجاية انها تحسي ان تعلن الحوار الوطن اتى بتماره صحيح احنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللقاء احمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني شكرا جزيلا على وجود حضرتك معا تشكرا جزيلا